أعرب الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان عن امتنانه وتقديره لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على دعوة جلالته لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لزيارة رسمية لمملكة البحرين من الثالث إلى السادس من نوفمبر وأكد الكاردينال بيترو بارولين في مقابلة مع موقع أخبار الفاتيكان أن زيارة قداسة البابا لمملكة البحرين تشكل علامة على الوحدة والحوار في لحظة تاريخية هامة وقال أعتقد أن الرسالة التي يخرج بها منتدى الحوار ومشاركة الأب واضحة تماما وهي علامة على الوحدة في لحظة حساسة ومعقدة بشكل خاص وتمثل دعوة للحوار ودعوة للقاء بين الشرق والغرب في واقع مثل واقع مملكة البحرين واقع متعدد الأعراق والثقافات والأديان ومن هنا تأتي القدرة على العيش معا والقدرة على التعاون حتى في الواقع المركب مثل ذلك الذي يميز ذلك البلد وامتدح وزير خارجية الفاتيكان احترام مملكة البحرين للمجتمع المسيحي فيها مشيرا إلى أن قداسة البابا سوف يلتقي بهذا المجتمع منوها بما يحظى به المسيحيون الكاثوليك من رعاية في البحرين وتشكل كاتدرائية سيدة العرب التي تم افتتاحها قبل عام رمزا مهما كونها دليلا على هذا الاحترام والاهتمام من جانب مملكة البحرين تجاه المجتمع المسيحي ولذلك فهي رمز جيد بالإضافة إلى كونها حقيقة ملموسة مشيدا بالعلاقات الدبلوماسية التي بدأت بين مملكة البحرين والكرسي الرسولي عام 2000 مشيرا إلى أن دستور مملكة البحرين يرسخ احترام حقوق الإنسان في المملكة ويضمن تعزيز التعايش السلمي وينبذ الفرقة والتمييز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر